بسم الله الرحمن الرحيم أعطيكم العافية طلابنا رجعنا لكم في مادة جديدة من مواد تخصص الفرع الفندقية والسياحي مادة السياحة والسفر للفصل الأول أستاذ محمد حجاوي من منصة وموقع وتد التعليم بداية في مادة سياحة والسفر للفصل الأول تتكون هذه المادة من وحدتين الوحدة الأولى سنحكي فيها عن الإرشاد السياحي الوحدة الثانية سنحكي فيها عن المنظمات السياحية طبعا في الوحدة الأولى موجود عدد من الدروس محذوف عنا درسين سنتحدث في الدرس الأول عن تاريخ ونشأة الإرشاد السياحي الدرس الثاني سنتعرف المرشد السياحي وأدواره ومفاهيم وأنواع المرشدين السياحيين وشروطه الدرس الثالث سنحكي فيه عن الصفات الشخصية والمعرفية للمرشد السياحي أو مهارات الإرشاد السياحي الدرس الرابع سنحكي فيه عن واجبات ومهام المرشد السياحي الدرس الخامس رح نحكي فيه عن العلاقات العامة أو الاتصال في مهنة الإرشاد السياحي الدرس السادس محذوف الدرس السابع رح نوضح فيه عن الأخلاق في مهنة الإرشاد السياحي الدرس الثامن محذوف بداية في الدرس الأول رح نوضح فيه عن تاريخ ونشأة الإرشاد السياحي طبعا نحن نعرف طبعا هذه الصفحات المطلوبة من الكتاب حسب الكتاب الوزاري سنتعرف بداية على المفهوم أو مفهوم الإشعاد السياحي ونشأة وتاريخ الإشعاد السياحي طبعا قديما كان الإنسان ينتقل منذ العصور كان ينتقل مكان الآخر سيرا مع الإقدام وكانت دوافع الأساسية أو إشباع الحاجات الأساسية وهي الكلاء والماء أو الطعام والشراب أو الأمان والمأوى فكانت الهدف الرئيسي من تنقل الإنسان البحث عن الحاجات الأساسية أو الإشباع الحاجات الأساسية لكن بسبب الفضول والغريزة عند الإنسان أصبح ينتقل مكان الآخر بحثا عن دوافع أخرى فكان سبب انتقاله إما دافع تجاري أو دافع زراعي أو إلى آخره فكانت الدوافع الأساسي الذي ظهر فيه مفهوم الإشعاد السياحي والمشهد السياحي هو الدافع التجاري فقديما أصبح الإنسان يتنقل كان يسيرا على الأقدام بعد ذلك اكتشف الدواب أو الحيوانات فأصبح يستخدمها في التنقل مكان إلى آخر بعد ذلك اكتشف العجلة أو العربة فأصبحت الحيوانات تجر هذه العربة فأصبح ينقل أمتعته من مكان إلى آخر مما ساهم في التنقل إلى مسافات أطول وسهل عليه نقل أمتعته وبضائعه أو تجارته فأصبحت هناك مجموعات تنتقل من مكان إلى آخر وسميت القوافل التجارية فبهذا الوقت كانت القوافل التجارية تحتاج إلى شخص يسيرها أو شخص يرشدها إلى الطريق ويوفر لها الأمان من هنا نأشى مفهوم المرشد السياحي طبعاً سنوضح في هذا الدرس أن العالم فريمان تلدن في كتاب وتفسير التراث عرف الإرشاد السياحي ووضح وبين أهم القواعد التي يرتكز عليها الإرشاد السياحي وبين أهمية الإرشاد السياحي خلينا نشوف منذ القدم كيف كانت عملية الإرشاد السياحي نحكي أن أصبحت عملية الإرشاد السياحي كعلم وفن ومهارة من أساسيات العملية السياحية لأي دولة وسبب من أسباب تطور صناعة السياحة فيها وذلك لما لها دور مهم فيه خلينا نشوف كيف كانت أو أصبحت عملية الإرشاد السياحي سبب مهم في تطور نشرة الإرشاد السياحي وذلك عن طريق ضمان الاستقرار النفسي للأفراد والمجموعات السياحية وتسويق الدولة سياحيا وثقافيا وذلك لما مارسه الإنسان منذ القدم منذ العصور القديمة في عملية الانتقال وكان سبب الانتقال لعدة دوافع مثل ما ذكرنا وهي أشباع الحاجات الأساسية والحاجات الأساسية هي الطعام، المأوى أو المسكن، والأمن بعد ذلك تطورت عملية الإرشاد السياحي وأخذت الصفة التجارية فظهر ما يسمى بالدافع الأساسي بعد الدوافع الأساسي عند الإنسان وهو الدافع التجاري فكان تنقل الأفراد بغاية التجارة كان ينتقلوا عن طريق أو شكل مجموعات وسميت القوافل التجارية مثل الحركات التجارية عبر الدول وهذا أدى لوجود مرشدين لهذه الرحلات إذن من هنا ظهر مفهوم المرشد السياحي طبعا في الوقت الحالي نحن نعرف أن التورغايد أو الدليل أو المرشد السياحي حاليا موجود لكن هذا الشخص كان موجود منذ القدر عند الإنسان قديما ظهر بما يسمى الدوافع التجارية أو القوافل التجارية فكان هذا الشخص موجود مع القوافل ويرافقها فكان هو لم يكن اسم المرشد يسمى الدليل أو الدلال فكان يرافق هذه القوافل التجارية فكان سبب وجوده مع هذه القوافل التجارية هو توفير الأمان لهذه القوافل ودلها على الطرق وهذا أدى لوجود مرشدين لهذه الرحلات ومن مهامهم إذن قديما كان مهام مرشد أن يبين مسارات الطرق التجارية يعني يدلهم على الطرق الرئيسية وتأمين الأمن للقوافل التجارية بعد ذلك عرف الإرشاد السياحي بأنه نشاط تعليمي يهدف إلى اكتشاف المعاني والصلاة بين الإشياء عن طريق الخبرة ووسائل إعلام إذن المفهوم أو المقصود بالإرشاد السياحي ليس وظيفة وليس فقط شيء يدرس أو يدرب هو نشاط نشاط يمارسه المشهد السياحي مع أفراد المجموعة السياحية إذن هو نشاط تعليمي يهدف إلى اكتشاف المعاني والصلاة بين الأشياء أو العلاقة بين الأشياء عن طريق الخبرة المباشرة ووسائل الإعلام إذن نشاط تعليمي يهدف إلى اكتشاف المعاني والصلاة بين الأشياء عن طريق الخبرة المباشرة ووسائل الإعلام بعد ذلك بدأت المجتمعات تحس بالأمن والاستقرار فأصبح هناك وجود للأمن والاستقرار وهذا ساهم وطور وزاد في عملية تنقلهم أو رغبتهم في عملية الانتقال والذهاب إلى تأدية المسارات السياحية وتحسن المعيشة بعد الحرب العالمية الثانية إذن متى بدأت المجتمعات تحس بالأمن والاستقرار وتحسن المعيشة وذلك كان بعد الحرب العالمية الثانية وظهرت السياحة بأعداد ضخمة ظهر مصطرح يطلق عليه الماسيس توريزم السياحة بأعداد ضخمة فأصبحت الناس أو السياحة ينتقلون بشكل جروبات أو مجموعات بذلك الوقت زي ما نعرف في وقتنا الحالي المجموعات السياحية ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية وكان سبب ظهورها هو الاستقرار أو الأمن والاستقرار وتحسن مستوى المعيشة فظهر ما يسمى السياحة بأعداد ضخمة ويطلق عليها الماسيس توريزم وظهر بعدها ما يسمى علم الإرشاد السياحي في النصف الثاني من القرن الماضي إذن متى ظهر علم الإرشاد السياحي في النصف الثاني من القرن الماضي وذلك بإصدار العالم فريمان تيلدن كتابه وكتابه يسمى تفسير التراث هذا الكتاب وضح ودوّن فيه قواعد يرتكز عليها مفهوم الإرشاد السياحي وبين أهمية الإرشاد السياحي إذن أصدر العالم فريمان تيلدن طبعاً يجا سؤال وزاري أربع علامات ما اسم كتاب العالم فريمان تلدن كتابه يسمى تفسير التراث وضح فيه مفهوم الإرشاد السياحي كما ذكر سابقا وزي ما عرفنا الإرشاد السياحي بأنه نشاط تعليمي يهدف الاكتشاف المعاني والصلاة بين الأشياء عن طريق الخبرة المباشرة ووسائل إعلام فقال العالم فريمان تلدن في كتابه ووضح فيه أهم القواعد التي يرتكز عليها مفهوم الإرشاد السياحي يعني عملية الإرشاد السياحي ترتكز على أساس هذا الأساس سمي أو شكله عن طريق ثلاث قواعد في الكتاب احنا أصغناهم بشكل أربع قواعد هذه القواعد ارتكز وبني عليها الإرشاد السياحي أولا ارتكز مفهوم الإرشاد السياحي أو ارتكاز مفهوم الإرشاد السياحي على طريق التقديم المعلومة للمجموعة السياحية يعني الأسلوب والأساس والطريقة المستخدم في إيصال وتقديم المعلومة للمجموعة السياحية هي قاعدة أساسية من قواعد الإرشاد السياحي اتنين ارتكز مفهوم الإرشاد السياحي على العديد من العلوم هذه العلوم تاريخية جغرافية علمية معمارية هذه العلوم المقصود فيها أنه أي معلومة تقدم أو علوم تقدم للأفراد المجموعة السياحية المرشد السياحي والدليل السياحي يجب أن يكون بانيها ومرتكز فيها على علوم أساسية معلومات دقيقة صحيحة موثقة لتقديمها لأفراد المجموعة السياحية إذن ارتكزت عملية إرشاد السياحي أولا على طريق التقديم المعلومة للمجموعة السياحية اتنين ارتكز على مفهوم إرشاد السياحي العديد من العلوم هذه العلوم مثل ما ذكرنا علمية تاريخية جغرافية معمارية ثلاث التوافق بين المقاومات السياحية وما يقدم من معلومات وحقائق تتعلق بالموضوع ذاته يعني أنا كمرشد سياحي أنا فعلا نطيت في نقطة اثنين وثلاث لأنهم الأساس عشان نقدر نحكي أو نوضح نقطة رقم واحد لازم المرشد السياحي لما يقدم معلومة هذه المعلومة تكون متوافقة مع المقاومات السياحية يعني ما تكون مغلوطة ما تكون مش دقيقة ما تكون مش صحيحة فبحكينا يجب أن يكون هناك توافق بين المقاومات السياحية وما يقدم من معلومات وحقائق تتعلق في الموضوع ذاته أربعة والأهم الهدف الرئيسي من الإرشاد السياحي ليس التعليم والتلقين إنما يكمن أو يكون في المغامرة والمتعة والإثارة ما معنى ذلك؟ إنه الهدف الرئيسي يعني إحنا لما نمارس مهنة إرشاد السياحي أو المرشد يقدم مهنة إرشاد السياحي ويرافق المجموعة السياحية هي ليس شيء يدرس أو يدرب أو يعلم إنما هو يكون في عملية وجوده مع أفراد المجموعة السياحية مغامرته متعة إثارة لأنه نشاط تعليمي ليس شيء يلقن أو يدرس إذن الهدف الرئيسي للإرشاد السياحي ليس التعليم والتلقين ليس التعليم أو التلقين إنما يكمن أو يكون في المغامرة والمتعة والإثارة هذه القواعد التي ارتكز عليها مفهوم الإرشاد السياحي والتي وضحها العالم فريمنتلدن في كتاب وتفسير التراث وبيّن أيضاً العالم فريمنتلدن أهمية الإرشاد السياحي وساهم أو ساهمت مهنة الإرشاد السياحي في العديد من الأمور خلينا شوفهم إذن أهمية الإرشاد السياحي أسهمت مهنة الإرشاد السياحي في تهيئة معلومات وبيانات دقيقة صحيحة موفقة يعني نرجع القواعد حكينا القواعد مبنية على علوم تاريخية علمية جغرافية معمرية إذن لما أنا أقدم معلومة كمرشد سياحي لأفراد المجموعة السياحية لازم تكون مهتم ومرتكز فيه على تقديم المعلومة بطريقة صحيحة دقيقة موثقة ما فيه شيء يجوز أو يمكن أو تقريبا لا لازم تكون المعلومة مبنية على علوم صحيحة أساسية فبالتالي النقطة الأولى بحكي لنا تسهم مهنة الإرشاد السياحي في تهيئة معلومات وبيانات هذه المعلومات والبيانات دقيقة صحيحة موثقة إذن تسهم في تهيئة معلومات وبيانات دقيقة وصحيحة موثقة وحديثة عن اتجاهات الطلب السياحي ورغبات السياح وحاجاتهم وسلوكية نين تسهم مهنة الإرشاد السياحي في تحقيق التفاعل المنشود بين الحضارات والشعوب احتكاك الأفراد أو احتكاك المجموعات السياحية وتنقلهم بين البلدان وزيارة المواقع الأثرية والسياحية والتعرف على العادات والثقافات والتقاليد والديانات هذا يسمى تفاعل منشود بين الحضرات والشعوب نتيجة الإختلاف نتيجة الاحتكاك نتيجة تناقل المعلومات أو تبادل الثقافات والعادات والتقاليد إذن ساهمت مهنة الإرشاد السياحي في تحقيق التفاعل المنشود بين الحضرات والشعوب من خلال إيجاد العلاقات التفاعلية الصحيحة بين المشهد السياحي والضيف الزائر أيضا تسمنت الإرشاد السياحي في تطبيق آليات التسويق المباشر تطبيق آلية التسويق المباشر Direct Marketing أنا كمرشد سياحي لما أرافق مجموعة سياحية وأبدأ أشرح أو أقدم أو أوضح معلومات معلومات صحيحة دقيقة موثقة عن الموقع السياحي عن بلدي أنا عمالي بروج بسوق هذه المواقع السياحية بسوق دولتي بسوق المعالم السياحية بسوق الإرشاد الرئيسي اللي عندي بسوق السياح عندي فهذه تسمى آلية التسويق المباشر لأني بتعامل وبسوقها وبرووجها بطريقة مباشرة مع الضيف الزائر إذن تسهم مهنة الإرشاد السياحي في تطبيق آليات التسويق المباشر Direct Marketing من خلال قدرة المنشد السياحي على التواصل الإيجابي مع أفراد المجموعة السياحية هذا شيء مهم ساهمت فيه مهنة الإرشاد السياحي أيضا تسهم مهنة أو تتطلب حاجات ودوافع السياح الأشباع ما في سائح بيطلع بيكون عنده فقط وقت فراغ لا بدي يكون فيه غريست وفيه حاجات وشيء بدي يشبعه أنا بدي أطلع أستجم أنا بدي أطلع استكشف أنا بدي أطلع التقف أنا بدي أطلع أزور أنا بدي أطلع معناته فيه دافع أساسي فبيحكينا تتطلب حاجات ودوافع السياح لإشباع ويتم تحقيق ذلك من خلال تطوير مهنة الإرشاد السياحي إذن مهنة الإرشاد السياحي لما كنا في العصول القديمة حكينا كانت القوافل التجارية وكان يرافقهم شخص يأمنهم مسارات الطرق ويدلهم على الطرقات بعد ذلك تطورت 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 لما وصلنا لعند المرشد الفعال المرشد التكنولوجي المرشد المواكم كل شيء يتقدم كل شيء يتطور مع التطور الحياة مع التطور العالم مع التطور التكنولوجي فبالتالي تحتاج حاجات ودوافع السياح لإشباع ويتم تحقيق ذلك يعني لا يجوز أو لا يتم تحقيق حاجات ودوافع السياح وإشباعها إلا من خلال تطوير مهنة الإرشاد السياح إذن تتطلب حاجات ودوافع السياح لإشباع وهذه الحاجات يتم تحقيقها من خلال تطوير مهنة الإرشاد السياح أخيرا من الأمور التي بيّنها أهمية الإرشاد السياحي وبيّنها العالم فريمان تيلدن أن مهلة الإرشاد السياحي تتضمن نشاطات هذه النشاطات اجتماعية واقتصادية وهذه النشاطات الاجتماعية والاقتصادية تؤثر وتنعكس بشكل مباشر على زيادة الدخل السياحي مما يؤثر على زيادة الدخل القومي وهذا يساهم في تطور مهنة أو تطور الإرشاد السياحي أو تطور سياحة إذن تتضمن مهلة الإرشاد السياحي عددا من النشاطات هذه النشاطات اجتماعية واقتصادية فرعية وهذه النشاطات تؤدي إلى زيادة الدخل قومي أو زيادة الدخل السياحي وينعكس الدخل قومي مما ينعكس إيجابا على تطور صناعة السياحة من جهة ويلبي حاجات السائح ودوافعه المعرفية والاستكشافية من جهة أخرى بحكينا هدف الإرشاد السياحي لا يقتصر على عرض المعلومات فقط إذن شيء مهم أن الإرشاد السياحي ليس بالضرورة أو لا يقتصر فقط على طريقة أو عرض المعلومة فقط ولكنه يتطلب عدة أمور ومنها أولا نقل الإحساس وتوصيله بروعة المكان أنه أنا كمرشد سياحي يكون عندي مهارة في عملية دمج المجموعة السياحية وأفراد المجموعة السياحية في المكان شعورهم في المكان الإحساس في هذا المكان وتوصيله بروعة المكان والتأثير الفعال على الزائرين وأقناعهم أيضا بضرورة المحافظة على هذه المواقع لما نزور مواقع السياحية أنا لازم يكون إلي دور وأثر إيجابي هذا الأثر الإيجابي أريد أن أعيش وأحسس السائح بإيجابية هذا المكان والشعور والإحساس بهذا المكان والإحساس في روعة هذا المكان وأيضا وأقناعهم بضرورة المحافظة على هذه المواقع هذه أهمية الإرشاد السياحي علاقة الإرشاد السياحي بصناعة السياحة طبعاً في علاقة مترابطة بين الإرشاد السياحي وصناعة السياحة دائماً الدول المتقدمة يكون فيها أنظمة متطورة ومتقدمة بعكس الدول غير متقدمة أو الدول النامية وأيضاً الدول المتقدمة معناته في عندها التطور في صناعة السياحة مدام في زيادة في الدخل القومي معناته في اقتصاد هذا شيء إيجابي أيضا دور المرشد السياحي أو دور الفرد في تسويق دولته بين أبناء بلده هذا شيء مهم هذه تعتبر علاقة الإرشاد السياحي بصناعة السياحة فبحكينا دائما الدول المتطورة تتميز بوجود أنظمة متطورة في تنظيم مهنة الإرشاد السياحي مما يساهم في تطور صناعة السياحة إيش طبيعي مربوط فيهم بما أنه عندي أنظمة متطورة معناته صناعة السياحة متطورة هذا الكلام يساهم في زيادة الدخل السياحي إذن بما أني أمتلك أنظمة متطورة معناته في عندي التطور لصناعة السياحة والإرشاد السياحي معناته في عندي زيادة للدخل السياحي وتعد عملية الإرشاد السياحي الحلقة الأقوى في عناصر تنظيم السياحة وهذا الكلام يؤثر إيجابا على رضا السائح وأنا حكيت بهمني نقل الإحساس في روعة المكان وأؤثر طريقة إيجابية على السياح هذا الكلام يؤثر مباشرة في رضا السائح وكلما كانت عملية الإرشاد السياحي ذات نوعية وجودة متميزتين إن عكس ذلك على العملية السياحية للدولة وإيش طبيعي إذا كانت عملية السياحة جودتها عالية الخدمات المقدمة عالية الأنظمة السياحية المستخدمة وعملية الإرشاد السياحية متطورة هذا الكلام ينعكس بشكل إيجابي على تطور صناعة السياحة والدولة مباشرة هذا علاقة الإرشاد السياحي بصناعة السياحة أخيرا قدرة زي ما وضحنا قدرة المرشد السياحة لتسويق الدولة بين أبناء بلده ودولته هذه علاقة الإرشاد السياحي بصناعة السياحة لهن نكون أنهينا الدرس الأول في مادة السياحة والسفر وضحنا فيه تاريخ ونشأة الإرشاد السياحي ومفهوم الإرشاد السياحي انتظرونا بالدرس الثاني كل التوفيق ودمتم بخير اشتركوا في القناة